هذا الفيديو ممنوع على أصحاب البعكاكات وممنوع على أصحاب الذين لديهم كتاف اليوم سوف نطيح لكم الكتاف بهذه التبريمة هذه عرفت يا أختي لبشي تقدرتي هذه التبريمة هذه ستجب دي الوصخ دي الأعوام وأعوام ستقول لي راسك وشكتي كتعومي ولا لا ستشكي قسمة باللغة حتى ستشكي في راسك ستقول لي مو حال وشكت كن نعوم عرفت يا أختي هذه التبريمة هذه أعطيت لشحة من واحدة والله تشكرتني وشحة من واحدة كانت عروسة وكانوا فيها الكلف وكانوا فيها الحبوب ودارت هاد التبريمة هذه اللي غان أعطيها لكم دابة البنات حتى قسمة بالله الجسم دي الأمو اللي كيشعل والله العظيم مهمة البنات عفاكم ما تنسونيش من اللي لايك أنا مزوجة فيكم الله يرحم بها الوالدين والليتو كتنسوني من اللي لايك وتتأخذوا الوصف وكتمشيوا تدروها وكتثوروا لي النتيجة ولكن اللي لايك ما كينينش يا الله البنات خليوا لي عفاكم اللي لايك والتعاليق والله لكن موش على تعليقاتكم مع البنات مهمة البنات هنا يخديتوا الحامضة غدي نقطعها ترونشيات كي ما كتشوفي او طروفة غنديرهم في حد كاس ننكبع لها كاس كبير دي الماء وغدي نخليها تبخ حتى كي طيب ليا ذاك الحامض يغلي مزيان مزيان يعني اي طيب بغيس ذاك الحامض اي طيب هانتو ما بنات كي ما كتشوفو غدي ناخد هاد الحامض هاد غدي نصفي فحد صفايا غدي ناخد غيل ما دياله ولكن غدي نحاول نعصر ذاك الحامض يخرج منه ذاك العصارة دياله يعني يخرج ذاك الحامض اللوب دياله ذاك ما غاي خرج مزيان او للروح ديال الحامض غدي تخرج مهم حاولوه ما امكان كما كتلاحظو مهم غد شو ما كونشي واضح ليكم في الفيديو عرفتوا البنات معليكم غيب تبريمات قاعد اللي كتدخول عندي وتقول لي يا راي فيا الكلف و فيا الحبوب معليك اختي غيب تبريمات تبريماتي اللي بنا سنة اشهر تبريمات والله العظيم قاعد لي مشادر التبريماتي تقابون معي و تجعل لي لايك و التعليقات يعني التبريماتي اللي خطير خطيرين و واعرين بزاف كينش لي بنجربتهم و ما كينش لي مرجعت عدي و قاتل لي يسير الله يرحم بي الوالدي يعني كيشكروني والتبريمات يعني كيخرجوا الكل وصخ و تخرجي كل عروسة يعني كتخرجي بايضة بلقاء من الحمام مهمة بلات هانتو ما كيما كتشوفوها و اخرجي يدك العاصر دي الحامض دا بغل ناخد من حده هو سخون يعني متغيبوش علي خدو الزعفران الحر غيو واحد شوية ماشي بزافة فالبناس يشتو وش حمل شعره يعني شي هاجا قليلا الزعفران الحر اللي ما عنداش تستعمل لكر الفاسي يعني تستعملو مع الحامض بحلقية و تخلط مزيان مزيان اللي عند هالوقت تخلي الزعفران و الحامض حتى يتلق ذاك الزعفران يتلق الصفورية ديالو عاد تخلط الحنة او لو عاد تخلط تبريمة اللي ما عنداش الوقت بحالي انا غادي نخلط كل شي و هنخلف للاخر تخمر مهم هانتو ما دا بغا ناخد الحنة ناخد الحنة البنات القديمة بالنسبة البنات اللي قاع اللي بغا تدير تبريمة و خايفة على ديك الحنة اللي تلصق لها في الجسم دياله كتخاف لا تكون اللي تبقى ليها حامرة البنات كونوا اكيدين تبشي عادل عطار و تقولي اللي يعطيني الحنة القديمة غايعطيها لك و غايعرفك بانك خبيرة في الحنة عارفي الحنة القديمة واعرة والحنة الجديدة عارفينا ما تتعطيش المفعول بحال الحنة القديمة يعني الحنة الجديدة تطلق اللون و ما تخرش لك لو سخ بالنسبه للحنة القديمة ما تعتكش نهائيا لون ولكن نتائج ديالها وعرف زاف مهم ناصحتي ليكم البنات ما تبغيوش يجيبين الحنة ما تقولش ليعطيني الحنة وتسكتي لا قولي ليعطيني الحنة القديمة حيثا شيلقتي لي الحنة وسكتي هيعطك جديدة يعني هو بغي تفك من جديدة خاصو يبيع ولكن يقتي لي الحنة القديمة حيثا كيني المواليها وكيني الكليين ديالها مهم البنات كيما كتشوفو ودرت هنا تقريبا ربعات المعالقة ديال الحنة على حسب اني كل واحدة اشحل الغداء بالحمم يعني غداء بختها ولا ماما ولا عدوثة ولا شوفت وماش حل بكم وغادي تكتري الحنة هندير هنا معالقة ديال العرعارة البنات العرعارة البناتها هو زوين بزيف بزيف راني درت لكم حض وصفة فيها العرعار وصول بلدي راها اعطت واحد نتيجة اللي ما كيناش اللي ما درتاش وخلت لي التعليق دياله هنا البنات غادي ندير الحنة الحنة البنات العرعار والحنة قاعد شي اللي غنديره قاع اي وحدة اللي في هالشي كلف ولا فيها شي حبوب ولا فيها الجسم دياله مموحدش ولا عندها الجسم دياله يعني حرش او لا ما كنقولو فيه لمشق كل شي قاعدك شي غيتحين مع هالتبريمة هادي دس هنا معالقى البنات ديال الخميرة وده بغادي ندير معالقى ديال نيدو ندير معالقى كبيرة وبالنسبة الخميرة البنات انا مزوجة فيكم ولي وديروها في التبريمة ديالي را كنقولو لكم الخميرة وقد جي تقولو لي يلا الخميرة من ديراش حقا را كتدير الدود را كتدير لي دود لاتي شي حاجة كون كتدير الدود غتديرها في الدينة بعدها اللي كان عجنوها اول حاجة يعني شوفو خميرة ما تنديرو احنا واحد الكيمية اللي كبيرة غيو حطل معالقى بحل كما كتديري في العجينة اللي كتعجنها كتديري معالقى ديال الخميرة في العجينة وكتعجني اكون كانت كدير الدود تدود لك يديك بعدها يعني ما فيها بس دير واحد معالقى في التبريمة ديالك وديرها الجسم ديالك مهمة البنات كيما كتشوفو هانتو هما انا دبا خلطها ولكن غالي نزيد واحد المكوين اللي تهو ضروري لبنات ضروري ما تشريو هو الملوي الاحمر ملوي الاحمر البنات علاش هو انقلكم الفوائد دياله هو را كيبيض الجسم وكيوردها يعني كتخليها واحد اللون يعني وردي ستخرجي مظن كم الحمام فهمتو يعني خاطير في المناطق داكينة اولى الحساسة يعني كيوليو حمرين وما تخافيش يعني تقولي غا تلصق فك الحق الملوين غا يلصق لك في الحم ديالك لنهائيا البنات انا ما يكا يلصق متى شي حاجة حتى تبدأي تحقي خيارات السيدة ربيك تخرج ودك شي كي تدقلع وصافي وكيقول ليو حدلوين زوين في الجسم ديالك مهم هانتوما البنات قدرت انا واحد شوية شوية ديال ملوي الاحمر دا بغا دينزيد عليه المسخون ضروري البنات ماذا تقتلون بشدة الحمام وكتبته وتخلطوه فيها وكتلوها الشعركم وكتلوها الجسم ديالكم ماذا من فائدة غا يستفيد الجسم ما غا تخرجي لها بيضة لأولو عمرك ما تحلمي تخرجي بيضة غا تخرجي زرقة يعني يكايني بعض البناتك يخرجو زرقين كيقولك ما ارث لنها خرجت زرقة حيتي اجدرت الحمام هاكا يعني بما بارد في الحمام لا ضروري اختي خصك تديريها بثلاثة تسويع اربعة تسويع وبيتيها تقا ديريها بحلال اليوم والغا دعي تسيري الحمام هاكا غا تتسافدي منها وبالمزيان غا تنقيلك الجسم ديالك وتخرجلك الدود اختي تخرجلك مويمة البنات كيما كتشوفو انتما من بعد ما خلطها مزيان كيشوفو كيولات دابا المكوه الاخير وولي غا ندير هو الصابو البلدي صابو البلدي البنات راكم عارفين اه ضروري ما تديروه مع الحنة كينين بعد البناتك يقولوا كلا ما نديرش صابو البلدي مع الحنة ما كتخرش ليالو سخ اخشي غا نديرش صابو البلدي مع الحنة وغا تشوفي ترد علي الخبار انا عارفة البنات تبريمات ديولي من خطيرها ديولي يعني انا شحال هادي يعني كتنموت على التبريمات اي حاجة اسمي التبريمات كنموت علي يلجي اسمي يلوجاية الرجلين اي حاجة بقيت البنات كنقها كندير بحق في التبريمات حتى وليت كنختارعهم وكانوا يعني ماشي هو يعني كانوا الطب فالطب يعني هما اللي عندي اعلى مشاهدة في القناة مهمة البنات كيما كتشوفو هانتو ما راني ده بخلطتها مزيان مزيان حتى كما كنقولو كتريق ما اللي كتزين معا يلقى كتبالك بانها صافي ولا كتريق ولا كتتحبط تقيلة صافي البنات كتدي معك الحمام وكتسخني عاد كتديريها كتديرو اوحد الغلطة البنات كتدخلو كتديرو حنة صافي كتدوت كتبالك الشيخي خصو يكون بشوية وبتاويل وريحي وتسخني وتصيب بلاسك وغسليها وصخني الجسم ديالو كعاد ديري الحنة وتشلي عاد ديري الصابو البلدي عاد بداية تحقي وبالصحة والراحة